أكد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي أكد الحاجة الماسة إلى زيادة الاستثمار في البحث والابتكار وهو ما تسعى إليه البحرين من إنجازه من خلال الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي جاء ذلك في افتتاح النعيمي لأعمال المنتدى الدولي للابتكار والتحولات الاجتماعية الذي تنظمه جامعة الخليج العربي في مركز الأمير الجوهر الإبراهيم التابع للجامعة وذلك بمناسبة تدشين دكتوراء الفلسفة في إدارة الابتكار مشيرا إلى أن إدارة الابتكار حلقة أساسية لأعداد المتخصصين للتعامل بشكل شامل مع منظومة الابتكار والإبداع والذي يقدم التنمية الشاملة في بلدانيا الخليجية من جانبها أكد رئيس جامعة الخليج العربية الدكتور خالد بن عبد الرحمن العهلي إن الابتكار أحد الأركان الذي تقوم عليه جامعة الخليج العربي وأهدافها الرئيسية استضافة التخصصات المبتكرة والإبداعية التي تخدم تقدم وتطور مجتمعات دول مجلس التعاون إلى ذلك قدم ضيف الشرف للمنتدى الدكتور الأمير تركي بن سعود بن محمد آل سعود رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الورقة الرئيسية للمنتدى موضحا أن المملكة العربية السعودية تمتلك خطة طموحة للابتكار ترتكز على دعم الأبحاث ورعايتها حتى تصل إلى مرحلة التطبيق الصناعي لا يمكن اليوم أن تكون هناك أي تنمية أو أي بحوث علمية تربط بالواقع إلا من خلال الابتكار خصوصا في عصر التنافس بين مؤسسات التعليم العالي وأيضا لحاجة القطاع الخاص إلى دائما الحصول على أبحاث متطورة يتم تسويقها بالتالي اليوم ما شفناه من عرض من سمو الأمير تركي آل سعود عرض جدا مشرف على الإنجازات التي تحققت في المملكة العربية السعودية الشقيقة كما أن جامعة الخليج العربي اليوم تتيح فرصة لبحث موضوع الابتكار ودوره في التنمية والتحولات الاجتماعية نحن في مملكة البحرين ننظر إلى هذه الجامعة بكل الاهتمام والرعاية باعتبارها أنها تشكل ما يربط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من علاقات وثيقة تجسدها هذه الجامعة التي تجد كل دعم وعناية واهتمام ومساندة من قيادة بلدنا العزيز يحفظه الله ويرعاه موضوع الابتكار هذا من الموضوع المهم جدا لأنه له دور رئيسي في التنمية الاقتصادية والبحرين لديها نشاطات كبيرة في هذا المجال ونعرف عندها نشاطات في مجال الحاضنات التقنية وأيضا فيما يخص رأس المال الجريئ لديها أنظمة تساهم في إنشاء هذه رؤوس الأموال الجريئة وهذه الحقيقة تشجع لتنمية الابتكار فنحن سعداء بالتعاون ونطمح إن شاء الله أن يكون من الأفضل إلى الأفضل إن شاء الله ونطمح إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر